الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 مستشعر درجة حرارة هواء السحب 2 عطل في الدائرة 2 ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أدراز مستشعر AAT درجة حرارة هواء السحب هو مقاوم حراري مما يعني أنه يقيس درجة حرارة الهواء من خلال الكشف عن المقاومة في الهواء عادة ما يكون موجودا في مكان ما في مجاري الهواء الداخلي ولكن يمكن أن يكون موجودا في مشعب السحب في بعض التطبيقات عادة ما يكون جهاز استشعار سلكين مزود بسلك مرجعي 5 فولت والذي يعمل أيضا كأسلاك إشارة من PCM وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة وسلك أرضي مع مرور الهواء فوق المستشعر تتغير المقاومة يؤثر هذا التغيير في المقاومة على 5 فولت الموردة إلى المستشعر وفقا لذلك يتسبب الهواء البارد في مقاومة أعلى وارتفاع جهد الإشارة وانخفاض مقاومة الهواء الدافئ وانخفاض جهد الإشارة تراقب وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM هذا التغيير في 5 فولت وتحسب درجة حرارة الهواء للمساعدة في تشغيل المحرك في أكثر نقطة فعالة ممكنة عند أي درجة حرارة معينة إذا اكتشف PCM جادا خارج نطاق التشغيل العادي لمستشعر هاش 2 على الضفة 2 فسيتم تعيين P00A5 البنك 2 هو جانب المحرك الذي لا يحتوي على الاستوانة رقم 1 تتضمن رموز مشاكل المتاعب الخاصة بالبنك 2AAT2P00A6 مستشعر درجة حرارة هواء السحب 2 نطاق الدائرة بنك الأداء 2P00A7 مستشعر درجة حرارة هواء السحب 2 الدائرة منخفضة الضفة 2P00A8 مستشعر درجة حرارة هواء السحب 2 الدائرة عالية الضفة 2P00A9 مستشعر درجة حرارة الهواء الداخل 2 متقطعة أعراض بنك إيراتيك 2 قد لا تكون هناك أعراض ملحوظة بخلاف إضاءة M-A-L مصباح مؤشر العطل ومع ذلك قد يكون من الممكن أن تواجه شكاوى ضعف القيادة الأسباب تتضمن الأسباب المحتملة لامبي 00A5DTC مايلي مستشعر AAT الذي تم إزالته من تدفق الهواء مستشعر AAT السيء هاش 2 تم تقصيره إلى الأرض أو فتحه في دائرة الإشارة إلى AAT مفتوح في الدائرة الأرضية إلى AAT اتصال ضعيف في AAT المحطات الطرفية المدعومة وأقفال الموصل المعطلة ElkBad PCM Possible Solutions تحقق أولا بصريا من أن AAT في مكانه ولم يتم إزاحته للتحقق السريع من AAT استخدم أداة فحص وتحقق من قراءة AAT مع KOEO مفتاح إيقاف المحرك إذا كان المحرك باردا فينبغي أن تكون قراءة AAT مماثلة لقراءة CTS مستشعر درجة حرارة سائل التبريد إذا أظهرت بين أكثر من بضع درجات على سبيل المثال إذا كان يشير إلى درجة حرارة متطرفة مثل سالبة 40 درجة أو 300 درجة فمن الواضح أن هناك مشكلة افصل AAT وقم بإجراء اختبار مقاومة عبر المحطتين سيكون لكل مستشعر مقاومات مختلفة لذا سيكون عليك الحصول على هذه المعلومات من دليل الإصلاح إذا كانت مقاومة مستشعر AAT ليست ضمن المواصفات فاستبدل المستشعر يجب أن تكون هناك بعض المقاومة لذلك إذا كانت تقيس المقاومة اللانهائية فاستبدل المستشعر بعد قول هذا إليك المزيد من المعلومات التشخيصية إذا لم يعالجها الأمر واحد إذا كانت قراءة كي أو إي أو AAT في أعلى درجاتها مثل 300 درجة الذي من الواضح أنه غير دقيق افصل مستشعر AAT إذا كانت القراءة تظهر الآن الحد الأدنى الأقصى سالب 50 أو نحو ذلك فاستبدل مستشعر AAT ومع ذلك إذا لم يتم تغيير القراءة عند فصل AAT فقم بإيقاف تشغيل الإشعال وفصل مواصل PCM استخدم الفولتميتر للتحقق من الاستمرارية بين الأرض الجيدة وسلك الإشارة إلى AAT إذا كانت هناك استمرارية فقم بإصلاح قصير على الأرض على سلك الإشارة إذا لم يكن هناك استمرارية فقد يكون هناك مشكلة في PCM 2 إذا كانت قراءة KOEO AAT الخاصة بك عند أقصى درجة منخفضة فقم مرة أخرى بفصل مواصل AAT تحقق من وجود 5 فولت على الإشارة والأخرى مؤردة ألف إذا كان لديك 5 فولت وأرض جيدة قم بربط المحطتين عن الآن يجب أن تكون القراءة على الماسح الضوئي في أقصى درجاتها إذا كان كذلك فاستبدل مستشعر AAT ولكن إذا ظل نخفضا حتى بعد ربط السليكين عن فقد يكون هناك فتحة في حزام الأسلاك أو مشكلة في PCM باء إذا لم يكن لديك 5 فولت تحقق من وجود الجهد المرجعي مرة أخرى في موصل PCM إذا كان موجودا هناك ولكن ليس بمستشعر AAT فقم بإصلاح الفتحة في سلك الإشارة ترجمة نانسي قنقر